موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شؤون الساعة مشاهدينا الهجمات الدموية التي هزت العاصمة الفرنسية باريس ولا تزال تشغل الرأي العام الغربي على الأخص هي حلقة أخرى ضمن سلسلة الهجمات التي ضربت عواصمة غربية وارتبط منظفوها بل منظموها بتنظيمات إسلامية متطرفة وكما تثير هذه الهجمات مخاوف المسلمين في أوروبا من أمن تسبب هذه الهجمات في زيارة حدة الصراع بينهم ومكونات المجتمعات الغربية فهي تؤدي كذلك إلى زيارة الشعور بالتهديد باسم الإسلام بين الأوروبيين وتعطي زخما للحركات المناهضة للهجرة الصاعدة في أوروبا وخاصة من المسلمين بالرغم من تصريحات المسؤولين الفرنسيين بأن الذين تورطوا في هذه الهجمات ليس لهم علاقة بالإسلام فمن المستفيد من هذه الهجمات عندما الخوف من الإسلام يتعمق في فرنسا ويثير قلق الكثير من الفرنسيين الأصليين حول مستقبل الطبيعة العلمانية للدولة الفرنسية وهل كان توقيت الهجوم مجرد صدفة أم أن الأمر يتعلق بمخطط يرمي إلى تشويه صورة الإسلام في العالم أو بمخطط آخر يقول المهاجمون أنه لرسم خط أحمر لكل من يتجرع الإساءة للإسلام ومن المعروف أن صحيفة شارلي إبدول الفرنسية الساخرة سبق وأن نشرت رسوما كاركتورية اعتبرت مسيئة للإسلام تحت مسمى حرية الصحافة أوروبا اليوم ربما أمام إجراءات جريدة إزاء هذا المشهد وإزاء القلق من زيارة عداد من يتبنى أفكار التنظيمات المتشددة من أبناء الجاليات المسلمة في أوروبا وسفرهم للانضمام إليها ثم عودتهم لشن هجمات في قلب أوروبا ويزيد هذا المشهد قلقا تحذيرات من مؤسسات غربية تدق ناقوس الخطر من ارتفاع معدل المسلمين في القارة العجوز والعلن نستذكر هنا تقرير الحكومة الألمانية الذي توقع أن تصل نسبة المسلمين بحلول العام 2027 إلى 20% من الكثافة السكانية في فرنسا وقال أنه في غضون 39 عاما ستصبح فرنسا دولة بين قوسين إسلامية وأشار إلى تصاعد عدد السكان المسلمين في بريطانيا خلال 30 عاما لنحو 30 ضعفا من نحو 80 ألف مسلم إلى مليونين ونصف مليون وتوقع أن تصبح نصف سكان هولندا مسلمين خلال 15 سنة وحذر من أن ألماني ستكون دولة بين قوسين إسلامية بحلول عام 2050 لمتابعة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف في حلقة هذه الليلة من شؤون الساعة من باريس الخبير في أشؤون الفرنسية الدكتور جورج ساسين ومن لندم رئيس اتحاد الصحافين العرف في بريطانيا الدكتور حسن الإمام والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فيصل عبدالستار من بيروت مشاهدين فاصل قصير نبدأ بعد حوارنا في حلقة هذه الليلة من شؤون الساعة إذن نجد التحية والترحيب بكم مشاهدين وبيضيفنا الكرام وأبدأ مع الدكتور جورج ساسين دكتور جورج يرى كثيرون أن هجمات باريس الدموية لم تكن اعتداء على فرنسا فقط بل كانت أيضا اعتداء على صورة الإسلام نفسه على الحريات الموجودة في الغرب التي حتى يتمتع بها كذلك ملايين المسلمين في الغرب في حين يرى البعض أن هذه الهجمات التي هزت باريس هو ثمن لإساءة الإسلام بدعوة حرية التفكير حرية التعبير بالتالي كانت متوقعة ما هو تعليقك أعتقد أن الأمرين يصحان في هذا الأمر لماذا؟ لأن الهجوم الذي جرى بالتوقيت اليوم في ظل مشكلة اقتصادية مالية في فرنسا وارتجاج في الرؤية عند السلطة الحاكمة أو الحكومة الفرنسية وبطبيعة الحال رئاسة الجمهورية لأنه يواجه الكثير من المشاكل على الصعيد الداخلي وتعرفون أن شعبيته كانت في الحضيض إذن هذا الجانب الداخلي البحث طبعا يجب أخذه في الاعتبار لكن توقيت العمل الإرهابي الذي تم ضد جريدة الأسبوعية شارلي أبدو كان متوقعا منذ فترة طويلة تعرفون أن القاعدة هددت في مناسبات عديدة في كتاباتها في أدبياتها أنها ستقتص من أولئك الذين شوهوا صورة نشروا الرسوم المسيئة للنبي محمد والدين الإسلامي وكان لابد من توقع هذا الأمر لكن بالطبع الحكومة الفرنسية والأجهزة المخابرات الفرنسية كانت تتوقع حصول أمرنا لماذا؟ لأن وزير الداخلية قبل أسابيع أعلن صراحة أن الأجهزة الفرنسية أحبطت أربع محاولات للقيام بأعمال إرهابية في هذه المنطقة أو تلك وتعرفون أن اليوم وهذا لم يعد سرا أن هناك العديد من الشباب الذي يذهب للجهاد بين المزدوجات للجهاد في سوريا وفي العراق ونعرف أن هناك حوالي 350 شابا وشابة من هؤلاء المجاهدين بين الزوجات عادوا إلى فرنسا وتعرفون أن هذا الأمر صعب السيطرة عليه وخاصة وأن هناك بحسب آخر الإحصاءات التي اكتشفناها البارحة أيضا أن هناك أربعة آلاف شخص مشتبه به له علاقة بالعمل الجهادي المتطرف في فرنسا إذن هناك صورة منها أسباب داخلية ومنها أسباب خارجية متعلقة بمسارح النزاع النزاعات الموجودة سواء في العراق في سوريا في مالي في شمال أفريقيا إلى آخره إذن هناك أسباب داخلية وبالطبع أسباب خارجية طيب يعني دكتور جور حقيقة أثرت نقاط سنعود إليها ولكن أذب إلى دكتور حسني دكتور حسني يأتي إلى أشكال هذه التداعيات لهذه الغجمات هناك من وصف هجوم باريس الدامي بأنه يشكل كارثة بالنسبة للمسلمين في الغرب باعتبار أنه سوف يؤدي إلى تحول خطير الغاية يزيد من حدة الصراع بين الجالية المسلمة وبقية مكونات المجتمع في الغرب برأيك ما هي تداعيات هذا الهجوم على وضع المسلمين في أوروبا وما نتائج ذلك مساء الخير سيد يوسف عذرا لمجرد التصيح رئيس اتحاد الصحفيين الأجانب ليس العرب لأنه ليست هناك رابطة للعرب في بريطانيا للصحفية شكرا لك إنما بالإجابة على سؤال حضرتك هذه هي الورطة والمشكلة التي ربما المجتمعات الغربية والأوروبية على وجه التحديد في هذه الحالة توجه اليوم كيفية التوازن بين هذه الجاليات المسلمة التي تعيش في أوروبا بحيث ينبغي المحافظة على حقوق الإنسان وإعطائها ما تستحقه من رعاية واهتمام ومن الأمر الآخر هو وجود بعض المتطرفين غولات المتطرفين داخل مثل هذه الجاليات للأسف الشديد الذي يشوه صورة الإسلام من ناحية فالسلطات الأوروبية وأعتقد الفرنسية والبريطانية حريصة على أن تقول أنها لا تعتبر أن هذا الهجوم الإرهابي هو من عمل الإسلام أو المسلمين ولكنه جاء بفعل أشخاص متطرفين ربما فقدوا عقلهم لأسباب عديدة على سبيل المثال في بريطانيا في وزير بريطاني مسلم هو الوزير الوحيد المسلم في بريطانيا اسمه جافيد بيقول أمس أن الجالية الإسلامية في بريطانيا عليها عب بيردن أنها توضح وتقوم بالدور المناسب بالنسبة لها لإظهار تنديدها وشكبها لمثل هذا العمل هذا كلام في الحقيقة ربما يثير أيضا المخاوف والحفيظة لدى الكثير من العرب والمسلمين المقيمين في الغرب إنما على شكل واسع أعتقد أن هناك حرص من جانب السلطات الفرنسية والبريطانية وغيرها على أن تفصل بين الإسلام وبين مجرى لأنه نتيجة تطرف ونتيجة اختلال في المعايير لدى هؤلاء المتطرفين الذين تشبعوا بأفكار تتسم بالعنف والإرهاب أفضل سيدي أستاذ فيصل من بيروت هذا الشكل من أعمال العنف الذي يوصف بالإرهاب وأصبح ملتسقا بالإسلام والإسلام بريء منه أليس كان متوقعا أن تصل موجاته من جديد للغرب المتهم من قبل البعض بتوفير العوامل المسببات التي تعمل على تسمين هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة في بيئاتها سواء في الشرق أو في الغرب يعني لم تكن إجراءات ملعها كافية كما يعني نفها من حديث الدكتور جورج يعني أولا مساء الخير شكرا لهذه الاستضافة وللتصحيح فيصل عبدالساتر وليس عبدالستار ثانيا يجب أن نعيد النقاش إلى نقطته المركزية عندما نتحدث الآن أنه ما حصل في باريس هو هجوم إرهابي على حرية التعبير وحرية الرأي هذا سؤال مركزي ممكن أن يطرح في أي لحظة من اللحظات هل من الحرية أن تقوم صحيفة إسبوعية بالإساءة إلى كرامة أكثر من مليار ومئتين مليون مسلم في هذا العالم ولمرات متكررة دون أن يكون هناك أي رادع لها أي وازع لا أخلاقي ولا قانوني أعتقد أن هذا الأمر يجب علينا أن ندرسه بشكل جيد ويجب أن ندرس ما هي الدوافع خلف مثل هذه الإساءات المتكررة سواء في فرنسا أو في الدنمارك أو في بريطانيا أو في غيرها من الدول هل هذا هو الردة فعل على ما يقوم به بعض الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة الإرهابية والتي قدمت عزرا وذريعة لمثل هذه الدول بأنها ربطت بين الإسلام والإرهاب وربطت بين نبي الإسلام والإرهاب وهذا أمر أيضا يطرح للنقاش في أكثر من مكان وعلينا أن نعترف أن إذا كانت الذريعة لمثل هذه الجماعات الإرهابية أنها تقوم برد فعل ثأرا لكرامة معنوية بشأن الإساءة إلى النبي أعتقد أن هذه الجماعات أساءت أكثر بكثير من كل هذه الدول مجتمعة إلى النبي محمد وإلى الإسلام ما يفعله هؤلاء في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي نيجيريا وفي مالي وفي كل الأمكنة أعتقد أنه دمر الإسلام ولم يشوهه فحسب وبالتالي حري بنا نحن أن نقوم بمعاقبتهم ومحاربتهم وليس فقط أن يكون هناك توظيفا سياسيا لحدث ما حتى الآن لا زالت هناك العديد من الالتباسات حول هذه القضية وكما تفضل الإستاذ جورج المسألة ليست داخلية أو خارجية بالنسبة إلى هؤلاء مسألة التوظيف مسألة يقوم بها الرئيس الفرنسي بعد أن وصلت شعبيته إلى الحضيد وأخرج هذا الحادث الإرهابي من حيزه المحلي حتى لا يستفيد منه الآخرون وهو اليمين المتطرف الذي ممكن أن يقوم بحملة هستيرية ضد الجالية العربية والإسلامية هناك ربما هولند حاول بهذه القضية أن يعطي بعدا عالميا وبعدا إقليميا ودوليا بأن يجمع هذا العدد الكبير من الرؤساء لتكون المظاهرة ضد الإرهاب لكن أيضا هناك سؤال أليس ما يجري في حلب هو إرهاب؟ أليس ما يجري في الرقة هو إرهاب؟ أليس ما يجري في الموصل هو إرهاب؟ أليس ما حصل في لبنان يوم قبل أمس من تفجيرين انتحاريين في مدينة طرابلس يستهدفان جماعة آمنة في مقهى؟ أليس هذا إرهاب؟ أليس التفجير في ذكرى المولد النبوي الشريف لحركة أنصار الله المسمات بحسب الإعلام حركة الحوسيين وقتل هذا العدد الكبير أثناء الاحتفال بالمولد النبي؟ أليس هذا إرهاب أيضا؟ فلماذا نحن نبكي على تشارل إبدو ولا نبكي على كل ما يحدث من مجازر لدينا؟ والإرهاب حلقة متواصلة ومتصلة لا يمكن أن نفصل هنا ونفرق هناك ونسمي سوارا في سوريا ونسميهم إرهابيين في باريس أعود إليك دكتور جورج مع التصريحات التي أشار عليها الدكتور حسني تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسا أولاند بأن الإرهابيين الذين تورطوا في الهجمات الأخيرة في فرنسا ليس لهم علاقة بالإسلام وكذلك مطالبته بعدم الخلط بين الإرهابيين وبين المسلمين هنا سؤال ما هي دلالتها؟ ما هو تأثيرها في وقف التداعيات السلبية لهذه الهجمات على المسلمين الفرنسيين بخاصة من اليمين المتطرف الذي يستغل مثل هذه الهجمات لإشعال فتيل المناهضين للإسلام؟ سؤال وجيه وأعتقد أن الرد عليه بدأ الأمس حين لاحظنا أن هناك مئات وألاف من المسلمين الفرنسيين الذين شاركوا في التظاهرة ولم يتركوا الساحة ولم يخلوا الساحة إطلاقا سواء كانوا رجال دين أم مسؤولين في جمعيات إسلامية أو من أصول عربية إلى آخره إذن هناك تحرك للعرب والمسلمين شاركوا بشكل كثيف طبعا التحديات المطروحة كبيرة لأن ما جرى في السابع من هذا الشهر هو بمثابة زلزال لأن الحرب انتقلت إلى الأراضي الفرنسية إلى داخل إلى عقر دار فرنسا إذن بالطبع رئيس الجمهورية فرنسوا هولند ورئيس الحكومة ركزا بشكل واضح حاولا طمعنط المسلمين والعرب واليهود أيضا طبعا الموضوع اليهود الفرنسيين مسألة يمكن بحثها فيما بعد لأنها أتت وجاء معها نتنياهو بسيارة إلى فرنسا إذن الموضوع اليوم المطروح هو هناك وعي بأن المسلمين الفرنسيين ليس لهم لا ناقة ولا جمل بمواضيع الإرهاب لكن هناك مسألة في غاية الأهمية والحساسية حين نعرف أن دورا للعبادة من المساجد للمسلمين تعرضت للإهانة أو للقاء قزائف حارقة عليها والعديد من المدارس المرتبطة بالمساجد في بعض المناطق وهي بحوالي خمسين مسجدا تعرضوا للاعتداء والإهانة بالطبع السلطات الفرنسية لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي ولذلك اليوم مثلا أعلن وزير الداخلية عن أن عددا كبيرا من الجنود ورجال الأمن سيحرسون مراكز العبادة الإسلامية واليهودية والمسيحية إذا تطلب الأمر هذا على الصعيد المساجد ودور العبادة أما على الصعيد الآخر وهو صعيد التعليم لأن نعرف أن في المدارس الأولاد الشباب الصغار أو المتوسطين العمر في المدارس الابتدائية أو المدارس التكملية أو في السنوية تلقوا هذه الصدمة وتعرفون بأن الموضوع اليوم في فرنسا بالطبع هناك المدرسة مدرسة الجمهورية بقيام المساواة والأخوة والعدالة إلى آخره لكن بالطبع هذا الزلزال الذي حدث يزيد من عمق الشرخ الموجود في المجتمع الفرنسي فيما يتعلق بالعداء للإسلام والإسلاموفوبيا وبالطبع هناك مشاكل بحاجة لدرس بحاجة لمعالجة دقيقة من قبل كل المعنيين طيب مع ذلك الدكتور جورج رئيس الوزراء الفرنسي قال إن فرنسا في حرب ضد الإرهاب وقال إن إجراءات جليلة ستكون لازمة دون شك لمواجهة هذا التهديد ما الذي يمكن هنا أن نتوقعه إذن من إجراءات هل تستهدف المسلمين الفرنسيين أم المهاجرين الذين تتوقوا أقدامهم لأنططأ الأرض الفرنسية والعيش فيها هذا الشعار هو شعار عام لكن إذا دخلنا في التفاصيل هناك ثلاث مستويات ثلاثة مستويات المستوى الأول هو أمن فيما يتعلق بأجهزة المخابرات لمعرفة أين كانت الثغرة التي الحلقة المفقودة لماذا تلكأت الأجهزة الأمنية من استكشاف العملية قبل وقوعها هذا على صعيد أجهزة الأمن ثانيا هناك مسألة في غاية الأهمية وهي مسألة التعاون المخابراتي لمعرفة من هم هؤلاء الجهاديين جهاديين دكتور هم جهاديون نعم المنفذون 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 مدرجون ضمن قوام الإرهاب في أمريكا وهم معرفون كذلك لدى الأمن الفرنسي ولذلك وهنا المفارقة وهنا المفارقة وهذا ما أردت أن أشير إليه بطريقة بتلميح إن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع رجلين على قائمة الإرهاب اللائحة السوداء وهم فرنسيين وفي فرنسا هما حران طليقان يعني إن مسألة مدهشة ولذلك اليوم هناك غدا في الأحرى غدا سيكون هناك نقاش في البرلمان الفرنسي لمساءلة لبداية مساءلة الحكومة لماذا وكيف يمكن دراسة الموارد المطلوبة لأن إذا اعتبرنا أن هناك أربعة آلاف شخص فرنسي أو موجود على الأراضي الفرنسية بس بالغالب الأعام هم فرنسيون أربعة آلاف شخص مشتبه به بعلاقة معينة مع الجماعات المتشددة أو الإرهابية إلى آخرية أو التكفيرية تعرفون أن كل شخص كل شخص يحتاج إلى 24 أو 25 رجل أمن لمراقبته 24 ساعة على 24 إذن أربعة آلاف تضربها بـ 25 بيطلع لك النتيجة ليست لفرنسا اليوم الموارد البشرية الكافية لمراقبة هؤلاء إذن إذا اعتبرنا فقط هؤلاء ولم نتحدث عن المهربين أو المجرمين إلى آخره في مجالات أخرى إذن اليوم فرنسا أمام تحدي ماذا تريد أن تقوم به؟ إقامة باتريوت أكت جديد على الطريقة الفرنسية كما حدث بعد 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة أم تشديد القوانين الموجودة وتعزيزها إلى آخره لكي تستجيب للمطالب أو للحاجات الملحة اليوم لأن اليوم فرنسا صحيح وهذا تراه يمنة ويسرى أن فرنسا اليوم في حرب بين هلالات حيالة موضوع الإرهاب ليعذرني الدكتور حسني والأستاذ فيصل سأبقى معك بسبب أن المساحة الخاصة والمتاحة لنا للتواصل معك خلال نصف الساعة الأولى من هذا البرنامج بالتالي سأبقى معك ثم أعود لزميليك كما تشير الأكيد هو أن هذا الهجوم أنا أقدم اعتزاري كمان للزميلين أقدم اعتزاري للزميلين نعم هذه الساتيلايت فرض نعم وكان حقيقة بدنا أن تبقى معنا في إشارة إلى ما ذكرته الأكيد هو أن هذا الهجوم يأتي في سياق دقيق يعني يشهد جدل مثير حول تزايد الإسلام حتى في فرنسا في الغرب عموما هناك ما بين خمسة أو ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا هذا يثير مخاوف الكثير من الفرنسيين الأصليين حول مستقبل الطبيعة العلمانية للدولة الفرنسية الأمر كذلك ينسحب على بلدان أوروبية أخرى مثل ألمانيا و بريطانيا هنا أريد أن نقترب أكثر ما حقيقة هذه المخاوف يا دكتور جورج إنها مخاوف جدية بأي معنى جدية لدى البعض لدى البعض وخاصة اليوم لماذا؟ لأن هناك في بعض المناطق الفرنسية هناك صفاء صفاء اجتماعي بأي معنى لحتى فسر أكثر للمشاهدين هناك مناطق معدومة معدومة الإمكانات في مدينة معينة أو في حي معين إلى آخره محصور ليس فيه خدمات للدولة ليس لها وجود في الأحياء أو في بعض المدن وتعرفون أن حين تستقيل الدولة من قيام مهماتها في التعليم في تقديم الخدمات الاجتماعية في تقديم الأخره وخاصة حين نعرف بآخر الاستطلاعات والإحصاءات التي صدرت أن هناك 45% من الشباب الذي هو دون سن 25 هو في البطالة هو عاطل عن العمل إذن هناك مشكلة اجتماعية وحين يكون الشباب عاطل عن العمل لا يذهب إلى المدرسة إلى آخره تعرفون أي مصيبة يقع فيها الأهل الأم والأب إلى آخره فيفقدون دورهم في التربوي إلى آخره وتعرفون أن من الجهة الأخرى هناك أفكار متطرفة يمينية وتحاول أن تفتش عن أي ثغرة في هذا الأمر للاعتبار أن هذا الشخص هو خارج عن الإطار الاجتماعي الحضاري بين الزوجات لغالبية الفرنسيين ويجب أن تكون هناك محاولات لدمجه في المجتمع الفرنسي كما هو إذن هناك مشاكل معقدة جميل ويذلك أنا اليوم قبل أن آتي إلى الستوديو قرأت مقالا جيدا جدا لوزير الخارجية الأسبق أوبير فيدرين وهو اشتراكي كتب مقالا أن اليوم هو دور المسلمين الفرنسيين المسلمين المتنورين المنفتحين للقيام بدورهم داخل المجتمع وأن يكون صوتهم مرتفع لقول ما يجب أن يقولونه للسلطات الحكومية والسلطات الرسمية وأن يكونوا خارج إطار جميل الهيئات الرسمية المكلسة التي تقوم منذ سنوات بتمثيل المؤسسات الإسلامية والجمعيات المدنية نقطة واضحة دكتور هناك حرص نعم نقطة واضحة دكتور أسمحي المقاطعة لانتهاء ووقت الساتلايت من فرنسا هنا أشكرك دكتور جورج ساسين الخبير في أشؤون الفرنسية أتوجه إلى الدكتور حسني الدكتور حسني لو أدنى إلى ما أشار إليه الدكتور جورج لوضع الجاليات المسلمة في أوروبا من لديهم الجنسية ويعتبرون مواطنيين في تلك البلدان يقول بعضا فعلا أنهم يواجهون الكثير من العراقي للصعوبات في الاندماج في المجتمعات الغربية أغلبهم يعيشون في مجمعات سكنية في ضواحة المدن يعانون من التهميش من العزلة هناك ارتفاع مستوى البطالة الفقر لماذا برأيك لا تعالج الحكومات الأوروبية أوضع هؤلاء حتى لا يكون عرضة للوقوع في براث الإرهاب في تأثير أفكار الجماعات الإسلامية المتطرفة هذا سؤال جيد سيد يوسف ولكن اسمح لي في عجالة أن أثير نقطة بلغة الأهمية في الحقيقة هناك حساسيات كثيرة حول الاتجاه العام لمعظم وسائل الإعلام العربية إزاء ما جرى في فرنسا وهناك اعتراض واضح مع الاحترام لهذا التوجه بطبيعة الحال الإرهاب لا دين له ولا وطن له وينبغي شكبه سواء كان في مصر أو في دول عربية أخرى أو في داعش من داعش أو في العراق أو سوريا أو في نيجيريا أو في الغرب إنما ما لاحظته خلال متابعة للإعلام العربي هو إثارة الحساسيات لدى الغرب اليوم بالتركيز على هذا الأمر من أن الغرب اليوم يكتوي بالإرهاب الذي كان يتجاهله ويغض الطرف عنه في منطقتنا أعتقد أن هذه النبرة ينبغي معالجتها لأن هناك حساسيات غربية ولكن من المهم أقتبس هنا أمر القيس ولكن في السياق الآخر اليوم يوم تضامن ومؤاذرة لفرنسا وغدا أمر غدا ممكن الحساب ومتابعة هذا هذا أمر سريع الأمر الآخر هو موضوع الرسوم المسيئة للنبي الكريم ينبغي أيضا من الجانب الآخر مع كل التأكيد والتأييد لأن هذه مسألة بالغة الخطورة والأهمية لدى الحساسيات الإسلامية وينبغي تداركها إلا أننا ينبغي أن نفهم السياق الآخر لدولة مثل فرنسا فرنسا خاضت حروب ودماء من أجل حرية التعبير ونحن نعلم أنهم يفتخرون بموضوع التنوير فرنسا بلد التنوير بمعنى أنهم يقدسون حرية التعبير سواء كانت على مؤسساتهم على رؤسائهم على دينهم وبالتالي هناك الأمر مشاع فإذن نحن في حاجة إلى تغيير هذه الثقافة الغربية التي تؤمن إلى درجة الهوس أو التشدد بالنسبة لحرية التعبير للأسف الشديد سواء كانت لأديان أو لمعتقدات أو لزعماء أو لفاليوز القيم هذا أمر في الحقيقة ينبغي على العرب أن يبحثوه وينظروا إليه بكل تفاهم لأن هذه مسألة أيضا تثير المخاوف والشكوك لدى الغرب إذا مدى تفاهم العرب والمسلمين لهذه النقطة التي يعتزون بها كجزء أهم وقيمة أساسية في ثقافتهم بالنسبة لسؤال حضرتك حول التهميش ودور الحكومات الغربية في هذا الأمر بالتأكيد هذه تربة خصبة إذا كانت هناك بطالة وفقرة وتهميش لإثارة مثل هذه التهديدات من جانب جماعات ربما أساءت الفكر ربما لظروف اجتماعية لكن نحن ننظر هنا إلى ما جرى في فرنسا على وجه التحديد واحد من هؤلاء المتهمين بارتكاب هذه الجريمة الدموية كان في اليمن وتدرب هناك على القتال وغيره الآخر حكمة وسجنة لفترة من الوقت نتيجة لإجرام نتيجة لتصرفات غير سليمة فإذا انظر إلى شخصية وعقلية هؤلاء الأشخاص نحن لا نبرر ما قام به سواء كان هناك تهميش أو بطالة أو غيرها وهذه أمور أيضا ينبغي على الغرب والدول الأوروبية أن تتدركها ولكن مع وجود الأزمة الاقتصادية في أوروبا وشبه النيار لليورو وتدعيات ما جرى منذ عام 2007-2008 من انهيار المصارف وغيرها جعل الاقتصاديات الأوروبية تأن وتعاني هذه أمور أيضا ينبغي أن نفهمها كمجتمعات عربية ولكن هذا لا يعفي الغرب من ضرورة الاهتمام وهناك من يقول أن ما جرى في فرنسا اليوم هو 11 سبتمبر لبريس ولأوروبا بريطانيا عانت من الإرهاب أيضا في 2007-2005 وكانت هناك ضحايا عددهم أكثر 52 شخص من الأبرياء الموضوع في سياقه ينبغي دراسته وهو مدى حرص واهتمام الدول الغربية بمعالجة الفقر لدى المهاجرين الذين يفدوا إليهم وخاصة موضوع البطالة لكن اليوم يوم تضامن وتأذر وغدا يوم أمر نبحث فيه كل هذه الأمور السيدة فيصل عبدالساتر كذلك من الواضح أن بعض الحكومات في الدول العربية والإسلامية لم تنجح في مواجهة الأفكار المتشددة التي تروج لها الجماعات الإسلامية المتطرفة والتي تخرج شبابا ينفذون هجمات دموية باسم الإسلام مثل التي شهرتها باريس ربما لظروف سياسية اقتصادية تعيشها تلك البلدان إذن كيف يمكن تجفيف منابع هذه الأفكار هل تعتقد أن بعض الحكومات في الغرب تستفيد من بقاء هذه الجماعات كما يقول البعض لجدات خاصة اسمح لي بكل محبة أن أختلف مع ضيفي الكريمين وأختلف مع الدكتور حسن الإمام على ما ذهب إليه المسألة ليست مسألة تضامن وتأذر بالطبع نحن نددين كل الأعمال الإرهابية سواء حصلت في فرنسا أو في غير فرنسا ولا يبرر أحد مثل هذا العمل الشنيع لا باسم الإسلام ولا باسم المسيحية ولا باسم أي شيء آخر لكن علينا أن نضع الأمور في نصابها أيضا هذه الحادثة على فدحتها وعلى وحشيتها وعلى مدلولاتها السياسية الخطرة لا تساوي شيء أمام ما يحدث في مجتمعاتنا وفي دولنا بسبب السياسات الغربية التي ارتكبت بناء المجازر منذ دعمها لهذه الجماعات في أفغانستان وصولا إلى باكستان إلى العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة أيضا ويكون نتنياهو الآن هو العراب الأول لمثل هذه التظاهر الباريسية وهو الذي يصرح بالوقاحة المعهودة بأنه يجب علينا التخلص من كل هذه الحركات بما فيها المقاومة وبما فيها حزب الله حيث جعلها مع الحركات الإرهابية إذن هناك توظيف سياسي لهذا الأمر من كل المستويات فلماذا نحن أيضا نذهب وكأن الأمر نريد بعد قليل أن نحمل كلنا يافطات في كل الشوارع على ما درجت عليه العادة جيسوي شارلي إبدو طيب لماذا لا نقول جيسوي بغداد جيسوي حلب جيسوي اليمن جيسوي صنعاء القاهرة كل هذا الذي يجري أليس من نفس الجماعات أليس من دعم هؤلاء أليس بسبب السياسات الرعناء لمثل هذه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي استمرأت دماءنا واستمرأت كل شيء ثم الدكتور حسني الإمام يتحدث عن أن هناك حساسية بالغة الخطورة لدى الفرنسيين بأنهم لديهم جمهورية وهم دفعوا ثمنها كثيرا من التضحيات لكي يحافظوا على الحرية هل الحرية تكون صامتة وتكون بكماء عندما يكون الأمر متعلق باليهود ومتعلق بالصهيونية؟ لماذا الحملة التي شنت على روجيغا رودي تحت عنوان حرية الفكر والرأي؟ لماذا الأب بيير الذي انتقد الصهيونية قامت الدنيا عليه ولم تقعد في فلانسا؟ ألم يكن هذا أيضا حرية رأي؟ أريد أن أكمل الفكرة فلماذا نحن أيضا لا نلتفت إلى مثل هذا الأمر؟ هذا الأمر يجب علينا أن نتوقف عنده تماما ثم نقول أن الحكومات في منطقتنا العربية هي حكومات رعناء في جلها هي أنظمة رعناء في جلها وهؤلاء الذين تعاطوا بمثل هذا التهميش وبمثل هذه الفوضى مع كل هذه التيارات يتحملون مسؤولية لكن أيضا علينا أن ننتبه إلى مسألة أساسية أن هذه الحركات أستاذ يوسف ما كانت لتنمو وتترعرع لو لم يكن هناك حكومات عربية وأنظمة عربية هي التي تؤمن لها دعما لوجستيا ودعما ماديا وهناك مدارس فكرية هي التي أملت لهم كل هذه المادة الفكرية التي لا تؤمن إلا بلغة الدم ولا تؤمن إلا بلغة الاستقصال يكفي أن نذكر المدرسة الوهابية وما جرته علينا من الويلات في المنطقة طيب طيب أستاذ فيصل اسمح له هنا نتوجه ببعض النقاط التي أشرت إليها للدكتور حسني أستاذ الدكتور حسني فيما يخص موضوع الحريات في أوروبا وصحيفة شارلي إبدو تحديدا كما يقول المعهد الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أنه كلما تدهورت إيرادات تلك الصحيفة انخفضت نسبة مبيعاتها تعرضت لمشاكل مادية تلجأ إلى إثارة الضجة زيارة توزيع عدادها عن طريق استفزاز المسلمين لماذا لا يشكل المسلمون الفرنسيون أو الأوروبيون ضغطا سياسيا عندما تمسوا تمسوا رموزهم الدينية كما يفعل اليهود إذا كانت هذه الحريات لا حدود لها هذه نقطة مهمة وحساسة وينبغي علينا أن نواجه الفكرة بالفكرة وليس بالقنبلة سيدي وبالتأكيد لا أحد يؤيد أو يقف مع هذه الصحيفة في طرحها وفي أسلوبها المسيء للإسلام والمسلمين ولكن انظر إلى الموضوع من سياق غربي ونحن هنا لا نبرر ما قامت به الصحيفة ولكن أنت في مناخ مختلف في طربة ثقافية وإنسانية مختلفة فينبغي علينا أن نضع هذا في الاعتبار من باب الحساسية وإذا كنا نريد أن نسوق الأمور من باب سيلف دينايل إنكار الذات ونحمل الغرب كل المسئولية ولا نحمل أنفسنا مسئولية فهذا أمر خطير أيضا ينبغي علينا أن نتداركه ونضع الأمور في نصابها ونقول لقد أخطأنا في هذا وأصبنا كثيرا في هذا ليس هناك مبرر للإرهاب وللعنف سواء في منطقتنا أو في الغرب ونحمل الحكومات أكثر من طاقتها سواء في منطقتنا أو في الغرب لننظر إلى أنفسنا لننظر ونراجع ما ينبغي علينا مراجعته من باب التنوير والإسلام هو دين التنوير ونحن نذكر في هذا السياق ما قام به الشيخ الجليل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في تطوير وتنوير أن الإسلام دين تنوير ودين فكر كل هذه الأمور ينبغي علينا أن ندرسها ونحاول أن نستخلص العبر والدروس ونسأل أنفسنا أسئلة كريتيكال أسئلة انتقادية لنصل إلى نتيجة في النهاية تكون مرضية لنا قبل أن تكون مرضية للآخرين لا أحد ينكر وجود ثقافات ومعتقدات وأفكار ربما متطرفة في منطقتنا ونحن نلوم كل شيء على الغرب هذا أيضا قبل أن نلوم أنفسنا الغرب مسيء في أمور كثيرة ونحن لا ندافع عنه في هذا أو ذاك ولكن أيضا ينبغي علينا أن نتحمل مسؤولية أنفسنا وننظر إلى عيوبنا ونواقصنا من أجل معالجتها فالأمر مزنوج وليس أمرا بسيطا ولكن أنا أتحدث اليوم اليوم هو يوم تضامن غدا هو يوم معاسبة ويوم أمر ولكل مقام مقال هذا ما أردت أن أقوله طيب أستاذ فيصل أعود نعم الفكرة واضحة أستاذ فيصل أعود إليك يعني أعود إلى تلك المعلومات التي أشرنا إليها في إطار حديثنا مع ضيفنا الدكتور جور المعلومات تقول أن منفذي الهجوم على مجلة شارل إبدو كانوا تحت رقابة الشرطة الفرنسية لفترة من الزمن كما أنهم كما أشرنا مدرجون على قوائم إرهاب أمريكية وتمكنوا من تنفيذ عملياتهم من دون أن تتمكن القوات الأمنية من منع وقوعها بماذا تفسر ذلك ما الذي يمكن أن تستنتجه من ذلك طبعا الآن يمكن أن يدور الكثير من الأحاديث حول هذا الموضوع أنا سمعت تقارير بريطانية تقول أن هذه القضية مفبركة وأن هذه القضية ربما يعني مجهولة من قبل بعض أجلسة المخابرات لكي يقال هناك تبريرا ما لما سيحدث بعد ذلك من طرد للجاليات العربية والإسلامية من مضايقات من اعتداء على مساجد كل هذا أنت تعرف أن هذا الأمر دائما يدور في مخيلتنا ونقول أن هذا الأمر أيضا مدبر ومفبرك وإلى آخره لكن أنا لا أتحدث عن طبيعة الفعل أنا أتحدث عن الدوافع الفكرية الدوافع الفكرية هي أخطر وأنا لم أدعو أبدا إلى أن يكون هناك رد بالقنبلة ولا أريد هذا الأمر وأستنكره وأجبه سواء كان في طربة الغرب أو حتى في طربة مجتمعاتنا الإسلامية وأنا أدين كل هذا النوع من أنواع العنف والإرهاب وإلى آخره لكن أيضا علينا أن ننتبه إلى مسألة ومسائل كثيرة عندما نتحدث عن مراجعة الزات فلماذا نحن؟ ما نحن الضحايا الآن نحن الضحايا فيما يحدث في هذا العالم نحن القوة الضعيفة ونحن الضحايا نحن من يقتل منا كوندوليزا رايس في 2006 بشرتنا بمشروع شرق أوسط كبير وقالت أن هذا المشروع ستكون نواته الأولى القضاء على المقاومة وعلى حزب الله وتبدأ الفوضى الخلاقة في المنطقة وبالفعل بعد أكثر من ست سبع سنوات بدأ هذا المشروع بأن يظهر إلى العلن ضربوا كل البنية الكاملة لكل المجتمعات الحضارية في بلادنا العربية والإسلامية وسأضرب لك الأمثلة وأنت ستستنتج البلاد الأكثر تعددا بالثقافة وبالأعراق وبالمذاهب وبالطوائف ضربت العراق سوريا لبنان مصر اليمن بقيت الدول العربية إلى حد كبير هي متجانسة فيما بينها لا أعراق كثيرة ولا طوائف ولا مذاهب إذن هم أحيوا بذرة الاستقصال والعقل الإلغائي لكي يكون بهذه المجتمعات تنطلق هذه الوحشية من عقالها وهذا مستند إلى ثقافات متراكبة في مجتمعاتنا كما كان الأمر لدى الغربيين ونسينا أن الغرب دفع كثيرا سمن هذه الحروب وثمن فكرة الإلغاء وثمن فكرة الإخصاء حتى وصل إلى ما سمي ثورة على الكنيسة وإلى الثورة الصناعية وبعد ذلك دفع كثيرا من التضحيات لكي يكون هناك جمهوريات عادلة وجمهوريات ديمقراطية إلى آخره هنا يجب السؤال أنت تريد أن تقيس الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا بين فرنسا وبين لبنان بين كندا وألمانيا وبين مصر كل هذه الدول الآن هي التي أسهمت مساهمة فعالة فيما يجري في مناطقنا ثم عملية التوظيف استاذ يوسف هي مسألة ليست بسيطة عملية التوظيف مسألة خطيرة وخطيرة جدا عندما نتحدث الآن أن الذين خرجوا في تظاهرة باريس ألم يكن الضحية مع الجلات في مكان واحد وفي صف واحد طيب عندما نرى أحمد داود أوغلو الذي جعل من تركيا ممرا لكل أنواع المرتزقة من الإرهابيين في كل أنحاء العالم يأتون من فرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ويدخلون إلى العراق أو سوريا عبر الأراضي التركية ثم يكون أول المشاركين في الصف الأول لكي يدين الإرهاب ثم ترى نتنياهو ثم ترى فلان وفلان ثم ترى السفير الفلاني للدولة الفلانية هؤلاء جميعا كلهم دولهم شاركت بشكل أو بآخر في ذبحنا وذبح مجتمعاتنا فكرةك واضحة نعم في دعم هذه الجماعات الرهابية استاذ فيصل فكرةك واضحة وخلنا أتوجه إلى الدكتور حسني الدكتور حسني يعني هناك قلق أوروبي غير مخفي بشأن تبني مئات المواطنين الأوروبيين من المسلمين الأفكار المتشددة انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية المضطرفة داعش القاعدة ثم يعودون لشن هجمات في أوروبا مما أشار عليه كذلك استاذ فيصل كيف إذن تواجه الحكومات الأوروبية هذا التحدد وأن يكون هناك تمييز أنت قد أشرت عليه بين المواطنين المسلمين الذين يتبنون القيم الأوروبية وبين من يقتلون باسم الإسلام سيدي أشرت في بداية مقدمتك التي كانت واضحة إلى موضوع الاندماج نحن هنا لسنا في سياق توقيه الاتهام إلى هذا أو ذاك هذا أمر ينبغي أن يكون يطرح في مجال آخر وموضوع النظرية المؤامرة مجرية جدا للحديث عنها والإطالة والإفاضة فيها إنما مثلا أدل حضرتك مثال على بريطانيا بريطانيا بتقول السلطات الرسمية أن هناك نحو 500 إلى 600 شخص ذهبوا من هنا للقتال في صفوف داعش في العراق أو في سوريا المخاوف زادت من أن عودت بعضهم بهذه الأفكار المتطرفة قد يثير سبعة سبعة جديدة عمل إرهابي بهذا الشأن ورئيس الاستخبارات الداخلية البريطاني في تصريح نادر غير مسبوك قال أنه لا يضمن لا يمكن عليه أن يضمن عدم إمكانية شن هجمات أخرى على سبيل المثال طبق الأصل لما جرى في باريس أو هجمات أخرى من هذا النوع الإرهابي هذا اعتراف واضح بأن الغرب يواجه معضلة وهناك تحدي كبير إزاء مواجهة الإرهاب سواء كان داخل بريطانيا أو خارجها أو في أوروبا أو في الشرق الأوسط وغيرها إذا أردنا الحديث لقد كانت هناك عمليات إرهابية في سيناء منذ 3 أو 4 سنين وكنا نحاول لفت نظر البريطانيين إلى ذلك في البداية لم يكن هناك الاهتمام الكافي بها أقول لك بمنتاز صراحة وكان هذا أمرا مثيرا للاستقراب لكن اليوم ليس أمر هذه الأمور ونحن هنا في سياق حديث عما يجري في باريس وعما يجري في الغرب فإذا الرد المباشر على سؤالكم أن هناك تحدي كبير لبريطانيا لأوروبا من الفكر المتطرف خاصة المنقول من داعش والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط من جانب الذين ذهبوا للقتال والوقوف في صفوف هذه الجماعات وهناك أمر أيضا ينبغي أن نضعه في الاعتبار أن الإمكانيات الغربية اليوم والموارد لا تسمح لها سواء كانت مادية أو استقباراتية أو اقتصادية بأن تراقب كما يقول المسؤولون في صحيفة السندي تايمز أمس أن هناك 150 شخص في بريطانيا يدبرون لعمليات إرهابية ربما على غرار ما جرى في بريس أو ربما بشكل أبشع وقد قالت الاستقبارات البريطانية أيضا في تصريحات منشورة على العلن أنها تمكنت من إيقاف وإحباط ثلاث مؤامرات كانت الضحايا فيها وعدادهم ستكون كبيرة جدا إذن هناك عمل استقبارات دعوب وهناك محاولات لدرء الأخطار والتهديدات ولكن ليس هناك أمن بدرجة ماء في الماء سواء في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان فالرد على سؤالكم هذه هي المعضلة الأوروبية كذلك بين المحافظة على الحريات كما ذكر البريطانيون والفرنسيون في سياق ديمقراطيتهم التي لها تراكمات طويلة ونحن نحسدهم عليها ونرجو يوما أن نصل إلى هذا المستوى حماية الحريات وفي الوقت نفسه اتخاذ التدابير المتشددة لمنع هذا التطرف وهذه الأعمال الإرهابية فهناك سياق أمني وهناك سياق للمحافظة على القيم والأفكار والأيدولوجيات الأوروبية والتي نحن أيضا نحرص عليها إذا ما وصلنا إلى هذه الدرجة من التقدم والوعي طيب استاذ فيصل من حيث ما أشار إليه يعني الدكتور حسني هناك نقاط مهمة هذه الهجمات الدموية مثل التي تلتسق باسم الإسلام تعطي صورة عن الإسلام بأنه دين عنف نطلع في صحيفة الجارديان مقالا عنوانه لا يمكننا ترك مجرمي باريس يشوي هنا صورة الإسلام برأيك إذن كيف يجب أن يكون شكل التعاون بين الحكومات العربية والإسلامية والحكومات الغربية في مواجهة التطرف أو الإرهاب أو سميه ما شئت يا سيدي كيف سيكون هذا التعاون ولا زالت هذه الدول تقوم بأحلاف وتحالفات وتريد إسقاط أنظمة في المنطقة وهي لا تعترف بأن هناك إرهابا في سوريا أو أن هناك إرهابا في مصر أو أنه إرهابا في مصر لكنها تواجه لا زالت حتى هذه اللحظة ولكن كما أشارت دكتور حسني كما أشارت دكتور حسني كذلك القارة الأوروبية تواجه هذه المشكلة هذه المعضلة نعم الآن قلنا الآن ربما سوف يجري هناك نوع من المناقشة ونوع من إعادة النظر في السياسات المتبعة من قبل هذه الدول وهذا ما كتبته الصحافة الفرنسية وكتبته الصحافة البريطانية وكتبته الصحافة الأمريكية أن تأدخل إلى كبرى الصحف في كل هذه الدول ترى أن هناك انتقادات وسيل من الانتقادات لهذه السياسات الخارجية التي أوصلت الأوروبيين والأمريكيين إلى هذا القلق الأمني هذا لا يعني أننا مسرورون لذلك أو أننا نريد ذلك أبدا على الإطلاق هذا يزيد بنا ضررا ويزيد من الضرر بصورة إسلامنا وبصورة ديننا بالتأكيد وأنا قلت في البداية أن هؤلاء ما يفعلونه هو أسوأ بكثير مما فعلته أمريكا ومما فعلته فرنسا لأنهم يضربون عنصر القيم في الدين الإسلامي من أساسه وليس تشويها بل تدميرا كاملا ممنهجا لكن السؤال الأساسي أستاذ يوسف الآن نحن نناقش هذه المسألة على خلفية ما حدثها في باريس ألا ترى معي أننا الآن نخاف على الضحايا أنفسهم أكثر مما نخاف على الجلاد يعني نحن الآن نطرح هذه الهواجس على جالياتنا العربية والإسلامية من أي ردات فعل متوقعة علما أن هؤلاء الأوغاد الذين يسمون أنفسهم جماعات متطرفة سواء قاعدة أو داعش أو النصرة أو جيش الإسلام أو جيش ما بعرف شو إلى تسميات هؤلاء يدركون تماما أن ما يفعلونه سوف يضرب خمسة مليون مسلم في فرنسا أو سبع مليون مسلم في فرنسا وهكذا الأمر بالنسبة لبريطانيا لدنمارك ألمانيا إلى آخره يعني هم ماذا يفعلوا؟ هم ينفذون المخطط الصهيوني بالنقاء العرقي للمجتمعات ونظرية الصراع الحضارات بدل نظرية حوار الحضارات المستفيد الأول من هذا الموضوع كما قلت الصهيونية التي تبرل لنفسها الدولة اليهودية وتضرد الفلسطينيين والكنيسة الصهيو مسيحية التي تسيطر على السياسات الأمريكية في المنطقة وهي تريد للمجتمعات العربية أن تبقى في إطار التذابح إلى ما شاء الله ما دامت ركازها الأساسية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإلا ما معنى وأسأ أضرب مثال وأتمنى أن يكون صدرك رحبا لمثل هذه الأساسية هناك دول بعينها في عالمنا العربي هي المسؤولة عما وصلت إلي الأمور وهذه الدول ممكن أن نسميها علنا لماذا تكون هي محمية من فرنسا ومحمية من الولايات المتحدة الأمريكية ولا نقول شيئا عنها طيب طيب الفكرة واضحة إذن مشاهدين سار الفرنسيون ومن خلفهم العالم في اتجاه واحد تحت شعار واحد لا للإرهاب نعم لفرنسا الموحدة في تظاهرة كبيرة ومن الواضح أن ليس بيد الحكومات العربية كل أدوات العلاج الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة ظاهرة الإرهاب ولعلى الإسلام الذي يتم تشويهه اليوم من خلال القتل والإرهاب بيد جامعات متطرفة يصبح أهله هم الخاسر الأكبر في مثله هذه الهجمات الإرهابية في الختام نشكر ضيوفنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسني الإيمان وهو رئيس اتحاد الصحفيين الأجانب في بريطانيا ومن بيروت الأستاذ فيصل عبد الساتر وهو كاتب ومحلل السياسي وكان معنا من باريس الخبير في شؤوننا الفرنسية الدكتور جورج ساسين كما نشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم نرتقيكم لسبوع المقبل مع شأن آخر من شؤون الساعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة